خلاص كلها كم يوم كل أهلي يلعب مع القط زمالك يلعب مع شباب بلوزداد تتمنى لهم التوفيق ندعم ونساند نقول لهم انتو كبار والمفهودي بقعارفين انهم مكبار والأندية كبيرة كده كده بس اللاعب اللي بلعب في أرض الملعب لازم يبقى فاهم وعارف هو لابس تي شيرت مين لابس تي شيرت الأهلي يفهم التاريخ الطويل العظيم للنادي الأهلي لابس تي شيرت زمالك يفهم التاريخ العظيم الطويل للنادي الزمالك ببساطة يعني اللي فات مات ولو مؤقتا مات لنا كلنا لحضرتك كلاعب حضرتك كمدرب حضرتك كإداري للنادي واحنا كمان مات مهم ورونا بقى الصورة الحلوة ساعتها هنقول شاء الله يعني لما الأهلي يصعد عن هذه المجموعة في مهمة صعبة جدا جدا هو ده النادي الأهلي هي دي عظمة النادي الأهلي في الصعوبات تلاقي النادي الأهلي لما الزمالك يصعد في مهمة صعبة جدا يقول هو ده نادي الزمالك زمالك التاريخ زمالك العظمة يا حلوطك يا زمالك فرصة فرصة نمحي كل ما صبق عارف أنت يقولك إيه امحي كل ما صبق ونبدأ من جديد انسى بقى أنت وانت بتلعب في أرض الملعب ما تقولش الجمهور متدقي مني ده الجمهور هاجمني ده الجمهور شاتمني ده الجمهور عمل فيي ده الجمهور عمل شعرف إيه انسى كل ده انسى جمهور الكرة ده في العالم كله مشاعره تتغير في المباراة الوحدة يعني تلمس لمسة حلوة تليه بيسقفلك تلمس لمسة غلط يهاجمك ترجع تلمس لمسة حلوة هيصلك فعادي جدا جمهور الكرة أول ما هتسهل عن مجموعتك في أفريقيا هيقولك إيه ده ده أنا بشجع أعظم نادي في الكون إيه ده ده أنا عندي أحسن لعبة في العالم فانسى اللي فات وقول الجديد ده بقى أو اللي جاي ده هو البداية آه صحيح الأهلي تحديدا موقفه مش بييده لوحده بس اكسب اكسب المبراطين اكسب القطن والهلال وحكذا نشوف لا هيحصل نفس القصة الزمالك إن شاء الله خير بإذن الله يعني بإذن الله مش كل مش كل يوم هنكائب على نفسنا طيب في نقطة على الهامش كده عايز أتكلم فيها أحترم جدا أحترم جدا وأخليها عامة مش هخصص ولا هسمي أحترم جدا إدارات الأندية اللي في الظروف الصعبة تحمي تحمي مين تحمي الجهاز الفني تحمي المدرب تحمي اللاعبين تقول إنها مسؤولة أنا المسؤولة عن أي أخطاء وأي مشاكل أنا اللي هقدر أعالج أي أخطاء وأي مشاكل واحترم يقل شوية وبصراحة كتير لو الإدارة سلمت اللاعبين والمدرب للجماهير بتدايق ليه إحنا كلنا في مركب واحدة لما أتكلم من كل نادي يفكر كده إحنا كلنا في مركب واحدة يعني إيه يعني المركب داية لما تنجح يبقى كله نجح إدارة ومدرب ولعبين لما تتعثر يبقى كله تعثر إدارة وجهز فني ولعبين كنت لو إدارة بتستخدمي قوتك الإعلامية الرسمية أو أو الغير رسمية عشان يتم الهجوم على مدرب أو لعبين تبقى إدارة مش مسؤولة ببساطة يعني دي للتفكير مش هسمي فيها بس دي للتفكير بس نحن نفكر فيها كده إيه بالروح اشترك للمشاهدة